مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية كما أقر المجلس الموافقة على توصية لجنة شؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة والثلاثين من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة يجوز لأصحاب الأراضي الصناعية بإسكان عمالهم في المناطق الصناعية طبعا بموافقة ترخيص لجنة الصناعة وبالشروط ومرعاة لحماية العمال والمنشئة وأعتقد قطعنا شوط كبير في هذا الموضوع سيحل قسم كبير من الساكنين في المناطق السكانية وسيوفر على أصحاب المصانع بحيث أن يتم تواجد هؤلاء العمال في أماكن عملهم بدل ما يتنقل من السكن الآن الموجود إلى المصنع ومن ثم في العودة من المصنع إلى السكن قانون مهم جدا وخطوة مهمة في طريق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وهذه خطوة تم العمل عليها ضمن منظومة تشريعات كثيرة في الفترة الماضية كلها تصب في توحيد التشريعات لدول مجلس التعاون بما يحقق التكامل الاقتصادي من دول مجلس التعاون والجانب التشريعي أحد الجوانب الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي لدول المجلس ترجمة نانسي قنقر